ممكن مش معهول. انا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي. ايوة. في ايه بس اللي حصل انا 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 اجتمعت بيكم النهاردة عشان اشكركم. ايوة. انا فضل احنا جاهزين للتهزيق زي كل. لا 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 لا. المرة ادي مش تهزيق. المرة ادي انا مجتمع بيكم عشان اشكركم. عشان اقول لكم ان انتم جبتوا اعلى درجات في امتحان الشهر ده. وده انا مستغرب له. ازاي. ايه سر. ايه سر. حلوة. 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 دي اسرار المهنة اللي انا مش هينفى اقول لك عليها عشان انت مدير وناظر وكده. لا انا عايز اعرف بجد. اه. ايه سر التحول الرهيب اللي حصل لكم ده. انا اقول. اه سر التحول الرهيب ده هي الخلطة السرية الخماسية بتاعت سافروت. ايه لا. سرية وخماسية. ايه. ده كلام كبير اوي. لا 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 ولا كبير ولا حاجة. هم خمس حاجات لو عملتهم هتبقى نشيط ومسح صح. اول حاجة الاستعانة بالله. ونعمل زي ما نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لما كان بيستعين بربنا وبيستعيذ من الكسل. اه. تاني حاجة ايه يا سعفاني يا استاذ. تاني حاجة بقى تنظيم النوم. انا زمان لما كنت بقى مش بنظم نومي وكنت بنام بتاخر ما بسحاش بدري. كنت بقى في الحسة مكسل كده مكنتش ببقى فاهم قوي. لكن لما نظمت نومي بقتنام بدري واسح بدري بمنتهى النشاط. لما نظمت نومك بقتنام اكتر. حلوة حلوة. وتالت حاجة. تالت حاجة الرياضة بقى. اخش انا بقى. الرياضة هب اتنين. تلاتة رفع. هب اتنين. تلاتة رفع. اخر مجرى اتنين. تلاتة. كيف. التمارين بتخلي الجسم ينشط. وتخلي لمخي فوق. لكن اللي بيفضل قاعدهم انتك طبيعي هيكسل اكتر واكتر. طبع. رابع انتور. ورابع حاجة. اه رابع حاجة انا اقولها بقى استاذ برعي. رابع حاجة ان احنا ناكل اكل صحي ومتوازن. طبع. يعني نبعد عن المشروبات الغازية والاكل اللي بيجي كده دليفري كده سريع من برا. والاكل اللي فيه دهون نبعد عنه خالص لانه بيخل الانسان كسلان وخمول كده. ها. ونبعد عن اهم حاجة. المنبهات تماما. ايه? المنبهات. تبهد عن المنبهات. ايوه. ده انا والدك قال لي ان انت ما بتعملش حاجة في حياتها غير انك بتشرب قهوة. ما انا. انا القهوة بتضحك على فاجة. يا استاذ برع انا كنت فاكرة المنبهات دي حاجة حلوة خالص. دي بس بتخلي الواحد كده نمفنجلة كده ومفتحها لكن بتضيع التركيز وتخلي الواحد عنده قرق ومايش مركز لا في شغل ولا في مذكرة ولا في حاجة ابدا. اخر حاجة بقى التحفيز. عشان نقدر نكسر الحاجز النفسي للكسل. لازم نشجع نفسنا ونفكرها ان اخرت الكسل وحشة. نقسم المهمات الكبيرة لمهمات اصغر. نقدر ننجزها بسهولة. ولو خلصنا المذاكرة اللي ورانا نكافئ نفسنا ونشجعها. ايوه فعلا انا مع سافراتي اخر حاجة هي التحجيز. لازم نحجز الصح. لا نحفز. انت قلت لازم نحجز. يا انت بتسمع ويا ابنك اللي حصلها يا. بمناسبة المكافئات دي بقى يا استاذ برعي وتشجيع وكده. مش واجب برضو يا استاذ برعي ان مدرستنا القميلة دي حبيبتنا كافئنا على ناشطنا وتعهدنا. احلى مكافئة لاحلى طلبة. ايه بقى? ايه? اللي انتو عايزين. ايه? امورو. تحبوا نطلع رحلة? لا 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 رحلة ايه? وصفر وفرهادة والحر بقى والشمس بقى انت عارف ملاش رحلة. خلاص تحبوا اجيب لكم شوية هدايا? لا لا يا استاذ برعي. احنا مش بتوع هدايا ولا اي حاجة مادية خالص. اه انما لو كانت في الحقيقة يعني الهدايا غالية. احنا ما عندناش معنى فيها. لا لا في الحقيقة هي الهدايا مش غالية. هي هدايا تبقى رمزية. لا مش عايزين رمزية ولا تقلية ولا فوزية ولا ملوخية. الله. احنا عايزين مكافئة اكبر من قدبك تير يا استاذ. ايه با اقمر. اقمر عن طور. انا فرحل بيكم. احنا عايزين اكذا ننمون انتخ فيها براحة جدا. تاني. اتانتخو تاني.